اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضاللين احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه والعجيب ان دولة الاسلام ظلت قرونا عشرة هي الدولة رقم واحد في العالم ثم نامت في النور واستيقظ غيرها في الظلام لان اصحاب هذه المملكة الكبيرة من المسلمين للأسف تركوا المجال ولم يتقنوا العمل مع ان اتقان العمل هو من صميم الدين اولا سواء العمل يخص العبادات او يخص المعاملات او يخص امور الدنيا او يخص امور الاخرة ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا كان يجهز قبرا فامره ان يحسن القبر يعني مش حسن يعني نجمله لا يعني يعمل بميرض الله مع انه قبر يعني هندفن فيه رجل او امرأة وكلنا ندفن في الارض لكن يعني كناية عن انجادة العمل اتقان العمل اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها فان له بها اجر انسى على وشك القيام لكن لكن في نفس الوقت يدقن الانسان العمل رأى رجلا يصلي في المسجد فنقر الصلاة كما يصدح كثير منه ركوان بسرعة وسجود بسرعة سبحان الله فلما انتهى وجاء الرجل قال له صلي فانك لم تصلي لم يقل له صلاتك ناقصة لا 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 قال صلي فانك نفع عنه قضية الصلاة تماما فذهب الرجل وعاد صلي كما صل في المرة الاولى ثم جاء قال له صلي فانك لم تصلي المرة الثالثة صلي فانك لم تصلي قال رجل الله لا احسن الا هذا يا رسول الله قال اذا جئت الى الصلاة فاقرأ ورتل وارقع واطمئن وارفع واطمئن واستد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها فان لم تفعل فانه خداج خداج يعني خداع انت تخدع نفسك انك تصلي ولا ثباب لك يبا اذا الذي ينقر الصلاة كما ينقر الغرابة في الرمة سبحان الله يعني كالجائع الذي يأكل تمرة او تمرتين هل يغني عنه من الجوع شيئا يواحد جائع طول اليوم صائم يأكل تمرة او تمرتين فانتات المسألة هكذا الصلاة واذا اسبغ المسلم وضوءها واتم ركوعها وسجودها كما قال علماؤنا لفت كما يلف الثوب الابيض ترتفع الى ودش ترتفع الى السماء والملائكة ويتدعو وتقول حفظك الله كما حفظتني واذا ما اسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعت الله كما ضيعتني ليس كل مصلم بمصلي ليه الصلاة دي مش حلقة مفقودة في وسط الحلقات لا ولك اخي فلان يصلي ويغتاب فلان يصلي ويشرب الكذا فلان يصلي يا اخي والله انا اقول له يعني لتأخذ الدين كاملا لماذا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنقر فلا خير فيها يبا اذا العبد منه يجب ان يتقي رب العباد ليس كل مصلي بمصلي انما تقبلوا الصلاة ممن تواضع لعظمتي لازم تواضع ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي هذا اكلأه بعنايتي واستحفظه ملائكتي هو في عبادك الفردوس في الجنة يبا مش كل مصلي بمصلي طيب واحد يصلي ولا ترتفع صلاة فوق رأسي شبرا قال العاقل والديه مود من الخمر الديوث والعياذ بالله الذي يعرف القبح على اهله ويسكت عليه زوجته خارجة عارية عزه الله بنته خارجة عارية سبحان الله العظيم يعني الذين هم في رقبته في الدنيا والاخرة هذا انسان لا تقبل صلاة فانا من رجل من التقن الدين ككل طيب هذا بالجانب الايه اتقان العمل في الايه في الصلاة حتى في ذبح الحيوان في اتقان يعني احد شفرتك سن السكين كويس وبعدين بعد ما تسن السكين سبحان الله يعني اره ذبيحتك يا الله اتقان عمل لا تذبحها امام اخواتها هذا اتقان عمل ثم بسرعة انهي المسألة حتى لا تطل عليها مدة الايه اذا بحتم فاحسن الزبحة واذا قتلتم فاحسن قتل حتى لو بالكلب العقور لما تقتلوا مش تعذبوا تعذيب حتى الحيوان غير مطلوب هذا من اتقان العمل فما بالك بمن بمن يعذب الناس اتقان العمل حتى في الاكل لما رأى انس رضي الله عنه تطيش يده في الصحفة انس صبي الصغير عنده عشر سنوان قال يا غلام سم الله الاول بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك سبحان الله العظيم يبقى اذا قضيت تحسين حتى اداء الطعام لا اله الا الله يبقى لما وضع يده في صبرات الطعام في السوق فقال فيها بلدا قال ما هذا يا صاحب الطعام قال يا رسول اصابته السماء يا رسول الله لا اله الا الله فقال الا جعلته فوق حتى يراه الناس من غشنا فليس مننا لا اله الا الله الغش في البيع في الشراء في أي شيء لا بد من إحسان العمل إن الله يحب العبد المحترف يحب العبد صاحب الحرفة كان عمر الله يرضى عليه يقول أرى الرجل فيعجبني فأسأله ماذا صنع للإسلام فإن قدم للإسلام خيرا قلت له جزاك الله عن الإسلام خيرا وإن لم أجد ما صنع للإسلام شيئا قلت له لا جزاك الله عن الإسلام خيرا لو مر عمر بن الخطاب على مقاهينا في شوارعنا العربية في رمضان وغير رمضان بالله عليك ماذا يقول المتسكعين الجالسين الذين ينفقون أوقاتهم وكأن الوقت يعني يا سبحانه الله الشمس أمسكت عن الحركة والزمن توقف وسبحان الله العظيم يعني الإنسان ينتظره ملك الموت فماذا يقول لله في الوقت الذي ضاعه نحن عندنا مشكلة كبيرة عندنا مشكلة كبيرة ويتضيع الأوقات الإنسان لو نم أنا نفر جلالا كما أقوله دائما أعيش ستين سنة مثلا لو نمت كل يوم 8 ساعات من الستين نمت 20 ساعة بقي لي من عمري كام 40 ساعة واشتغلت 8 ساعات كل يوم هذه 20 أخرى بقي لي من عمري كام 20 سنة هذه 20 سنة نوم و20 سنة عمل هذه 40 سنة و15 سنة طفولة أو 12 سنة غير مكلف هذه كام هذه 55 بقي من العمر كام 5 سنوات لو جلست كل يوم واجبتين أو 3 كل نصف ساعة أو ساعة نصف هذه 3 ساعة هذه 3 سنوات وتقدمت المحمول والمتحرك والساكن والثابت سبحان الله وشاهدت حتى نشرة الأخبار فقط كل يوم نصف ساعة ضاع العمر أين طاعة الله أين ذكر الله أين عمل الخير أين تعمير الدنيا بمنطق الآخرة أين التقدم أين المعامل أين المصانع أين يا أخي والله أنا أرى والله أعلم أننا يجب أن نتقن أعمالنا نتقنها في صغير الأمر الكبير إن الله يحب العبد اللي هو يتقن العمل سبحان الله فإذا يعني سبحان الله المسلم الصادق هو إنسان يجب أن يتقن العمل عن طريق الإخلاص لازم يخلص تعمله ما هو أي موظف عربي ليه كاره العمل الموظف المسلم أقول ما هو أي موظف مسلم راضي عن وظيفتك أبدا أبدا ده أنا العبقار الوحيد اللي في المصلحة اللي في المؤسسة كل دول أغبياء وأنا الوحيد العبقار أنت العبقار الوحيد يعني أنت أي نشتين الوحيد سبحان الله العظيم فهو عام الروح وهو الشمعة الوحيدة التي تحترق لتضيئ للآخرين وهما مش مقدرين وهما مش وقدرين بل هم منه هم منه سبحان الله هذا الشعور المتكبر بلايه عليك هذا إنسان لا يخلص في العمل ولكن واجب عليك أن تخلص وأن تتقي رب العبادة سبحانه وتعالى ولا تنظر إلى رقبة مدير ولا رقبة رئيس ولا رقبة وزير وإنما أنظر أن الله هو الرقيب عليك يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأحكم الشراع فإن العقبة كأود وأكثر الزادة فإن السفلة طويل وأخلص النية فإن الناقض بصير الله عز وجل بصير بالعباد إن الله يحب إذا عمل أحد إذا عمل أحد منكم عملا أن يتقنه نريد من الطالب أن يتقن مذاكرته والمعلم يجيد ويدقن تعليمه الطبيب يتقن طبه المهندس وكل واحد فينا في كل في مكانه حتى ينهض المجتمع مرة أخرى وتعود أمة الإسلام مرة أخرى إلى سابق عهد السلف الصالح الذين أتقنوا أعمالهم فأتقنت لهم الحياة وصارت لهم وفق منهجهم منهج الله سبحانه وتعالى تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وياكم لما يحب ويرضى وجعلنا وياكم ممن يتقنون أعمالهم ولا تنسون من صالح دعائكم ونسألكم دائما أن تتقنوا أعمالكم ونحن نسأل أنفسنا أيضا أن نتقن عملنا فيما نقول وفيما نفعل إن ربي على ما شاء قدير وصلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وسلم نستطيعكم من الله الذي لا تضيع دائعه نلقاكم في حرقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة